تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا بكم في نشرة الظهر بعد الانفراج النسبي المسجل بشأن الوضع الوبائي أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم تعديل توقيت منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية ليصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا وذلك ابتداء من التاسع عشر من أوت الجاري إلى غاية إشعار آخر السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد تسعة عشر حضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة رفع الكراسي بكل المطاعم والمقاهي بمختلف أصنافها ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلا ضرورة استظهار جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد تسعة عشر وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة عشرة أيام ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدون الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح ضرورة تكثيف وتسريع السلطات الصحية المدنية والعسكرية حملة التلقيح والتقصي الموسع لحامل الفيروس تشديد السلطات المختصة على تطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومية ضرورة توحيد الإجراءات وأحكام التنسيق بين جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد-19 على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات من أمام مقر ولاية بنزرت انطلقت اليوم الحملة الواسع للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجدة والتي تنظمها الإدارة العامة للصحة العسكرية بشراكة مع مصالح الصحة العمومية بلجها وتتواصل إلى غاية السبت المقبل بمعتمديات سجنان وجومين وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية وقال المنسق العام للحملة بلجها العميد عبد المجيد الصخري قال في تصريح أعلاميا أن حملة التلقيح تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات الذين يقتنون خاصة بالمناطق البعيدة والنائية وقد تم التنسيق لها لوجستيا وبشريا وتنظيميا مع كافة الأطراف المعنية وستتوجه الفرق الصحية العسكرية والمدنية عقب معتمدية سجنان إلى معتمدية جومين يومي الجمعة والسبت عشرين وإحدى وعشرين من أوت الجاري لتشمل مناطق أوليد غانم وتوجنية وارواحة وتهنت وكيف غراب وبرايس وسيتم يوم السبت الحادي والعشرين من أوت تنفيذ ذات الحملة الموسعة بمعتمدية بنزرت الجنوبية في قفصة يتواصل العمل في المستشفى الميداني لمعالجة مرضى الكوفيد والذي انطلق منذ أيام في وقتنا يشهد فيه الوضع الوبائي بالجهاء انفراجا مع تراجع عدد الإصابات ونسبة التحليل الإيجابية بطاقة إيواء في حدود 36 سرير مجهز بيالاتي أكسجين انطلق العمل السبت المنقذي بالمستشفى الميداني المخصص لإيواء وعلاج مرضى الكوفيد بولاية غفصة بما من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على بقي أقسام الكوفيد بالمستشفى الجهوي بيقفصة وبقي المستشفيات المحلية في انتظار تدعيمه بالموارد البشرية والمعدات الطبية اللازمة إنخفاض على مسوى النسب جبية التحليل المسجلة بجهة غفصة إلى حدود 36% ونقص في نسبة المقيمين بأقسام الكوفيد بالمستشفيات وأقسام الإنعاش هي مميزات الوضع الصحي بجهة غفصة هذه الأيام رغم عزوف بعض المعتمديات على الإقبال على حملات التلقيح الوطنية خاصة بمعتمديتين بالخير والسيد بوبكر التي تفوق فيهما نسبة إيجابية التحليل المئة إصابة لكل مئة ألف ساكن وهو ما دفع الإدارة الجهوية للصحة بجهة إلى التفكير في حملات تلقيح ميدانية بالتنصيق مع الصحة العسكرية نشهد انخفاض نوعا ما على مستوى التحليل التحليل تقريبا حدوث 36% و37% نحن في الحملات التلقيح المكثفة كنا نتمنوا أن يقبلوا عليها بشكل كبير واللي هما عندهم انتشار كبير اللي هما سيدو بكر وسيدو بالخير اللي مش هدناش معنا ثم عزوف نوعا ما شاء الله احنا ثم تنصيق مع الصحة العسكرية أنا بش نعمل حملات على مستوى المعتمد الميدانية على مستوى المعتمدية هضومة وتسعى الإدارة الجهوية للصحة بقفصة إلى بلوغ نسبة 50% من معادل سكان الجهة مما انتلقوا جرعتين التلقيح الأولى والثانية إلى حدود أكتوبر القادم لضمان المنع الجماعية في نطاق توسيع حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لتشمل جميع القطاعات والمرافق الأساسية بالبلاد انتظمت صباح اليوم بمؤسستي الإذاعة والتلفز التونسيتين حملة تطعيم لفائدة إطارات وأعوان المؤسستين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وقد أفادنا المدير الجهوية للصحة بتونس الدكتور طارق بن نصر أن عملية التطعيم شملت 75 شخصا استعدادا للعودة المدرسية وضعت وزارة التربية انطلاقا من يوم الخامس عشر من أوت الجاري منصة إلكترونية لفائدة الإطار التربوي والتلميذ لتقديم الدعم والمراجعة عن بعد تشمل كل المستويات التعليمية وتتيح الفرصة للتلميذ والمدرسين التفاعل من خلال الأدوات البيداغوجية المتاحة في هذا الفضاء الافتراضية ودعا المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية دعا التلميذ والأساتذة إلى الانخراط في هذه المنصة للاستفادة من خدماتها المنصة إذن تسمح للأستاذ أو المعلم لإنشاء فضاء في الفضاء متاعه قسم افتراضي والقسم الافتراضي هذا مفتوح ليسجل فيه أي تلميذ من مختلف جهات الجمهورية مش بشرطه يكون تلميذ قراء عنده تلميذ من أي بقعة عنده الحق يدخل على المعرف الوحي متاعه والبرامتر داكسيلي يخوهم وقت الانسكريبسيون يدخل ويعمل عملية بحث ويلقى الأقسام الافتراضية في المادة المعنية في المستوى المعني ليعنيه ويلقى الأساتذة اللي عملوا الأقسام الافتراضية ويختار ويعبر عن رغبته في التسجيل بقسم افتراضي استعدادا للقمة الفرانكوفونية المقررية تنظيمها في جزيرة جربا خلال شهر نوفمبر المقبل التأمت صباح اليوم جلسة تنسيقية جديدة تدرس خلالها المشاركون تقدم الاستعدادات للقمة الخامس عشر من شهر اكتوبر القادم هو الموعد المبدئي المحدد من قبل اللجنة الوطنية المنظمة لقمة الفرانكوفونية المنتظر عقدوى ببلادنا في جزيرة جربا شهر نوفمبر القادم لانهاء كل المشاريع المبرمجة في اجالها المحددة عملنا معينة ميزانية لكل المشاريع بنية تحتها وكذلك مسرها والطلق كما تعرفوا وكذلك تعصير طرقات البلدية كيف كيف عنا فكرة توا على المحيط البيئي يجبنا نعرفوه ونعرفو شوه الاشكاليات واليوم عنا جلسة تنصيقية مع بين كل اطراف بيش اول شي نعرفو يكون عنا خارج طريق لكل المشروع ونعرفو الاجهار متاع انجازو وكذلك معناها المحيط يجبنا نتلاهو به الهدف الاول هو الاعداد الجيد لاحتضان هذا الحدث العالمي بيش يكونوا ضيوفنا فرحاني والهدف الثاني هو بيش نخليه الجزيرة الجربة البنية التحتية اللازمة بيش ان شاء الله تولي جربة قبلة لتنظيم مؤتمرات عالمية في جلسة تحضيرية جديدة تحتضنها جزيرة جربة وضمت مختلف الوزارات واللجان الجهوية والادارات المحلية المتداخلة في تنظيم هذه الندوة وهذه الدورة الجديدة لقمة الفرنكوفونية تدارست مختلف الاشكالات والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المناسب بالنسبة لوكال تهديم التجديد العمراني تدخل في إطار القمة الفرنكوفونية فيما يتعلق بتعصير بعض الطرقات التي متواجدة في المسلك المبارمش الطرقات هذه تقريبا بمعدل 28 كم تقريبا في أربع بلديات بما قيمته 3 مليون دينار تم تجميل مداخل المدينة ووسط المدينة استعدادا منها القمة الفرنكوفونية هذه طبعا مع المجهودات التي تبدن إن شاء الله هنا في مجال البيئي وتحسين المشهد البيئي بصفة عامة وإن شاء الله نصرع في الإجراءات بما يتتابق مع الترتيب المعمول بها ومعناها فيها إتمام الإجراءات في الإبان في احتضان جزيرة جربا للدورة القادمة لقمة منظمة الفرنكوفونية صورة جديدة لنجاح تونس المتميز في تنظيم هذه المواعيد الكبرى وخاصة هذه المرة داخل الجمهورية أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصدرات تطبيقة معلوماتية لفائدة أصحاب مخازن التبريد تهدف إلى متابعة حركية معاملاتهم والتصدي للإحتكار والمضاربة انطلق منذ يوم أمس العمل بتطبيقة المعلوماتية التي خاصستها وزارة التجارة وتنمية الصدرات لمستغلي مخازن التبريد وذلك قصد تسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتجات المخزنة والموزعة انطلاقة تم التمهيد لها منذ شهر أكتوبر الماضي بدعوة أصحاب مخازن التبريد للتصريح القانوني بوجودهم جبائيا وقانونيا سيلاق من يوم ستة شؤوت تم فتح باب التسجيل وسيقع منح معناه أجال ما تقلش على شهر العملية هي عملية بسيطة ما تطلبش برشة استعدادات فقط معناه ربط بشبكة الانترنت بعض الأجالة ذي كم معناه بشيقع معناه تطبيق القانون بصرامة على الجميع هم طالبين إمهالهم لمدة معينة سواء ثلاثة شهر أو ستة أشهر لتسوية الوضعيات متاحهم لإتمام الملفات المتاحهم القانونية وتمكن هذه المنظومة المعلوماتية مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات من التعرفي وبصفة منتظمة على الكميات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك بيضة وحاجة السوق من هذه المواد الاستهلكية مما يمكنها من التدخل للقيام بالعمليات التعديلية اللازمة ومنع الاحتكار والمضاربة تطبيقة هذه هي بش تشكل يعني جانب معلوماتي مهم لتوجيه أعمال الرقابة وتصويبها يعني نحو الإشكاليات الحقيقية الموجودة في السوق وبش تمكن منها التصدي للممارسات الاحتكارية بصفة استباقية قبل وقوعها وهكاكة نجم تمكن منها التحكم في نسق التزويد ونسق العرض بالسوق وبالتالي معناه يكون تكوين الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب وستساهم معناه إن شاء الله في التحكم في الأسعار والتخفيض في مستويات كل ما نطلبه احنا كمنظمة وبطبيعة على لسان أصحاب المخازن نعمل دورات تكوينية أو مائدة مستديرة بش نظم العملية هذه دخول هذه التطبيقة حيزة تنفيذ الرسمية سيمكن من ناحية تفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع ويعرض من ناحية أخرى المخالفين وغير المنخرطين بالتطبيقة إلى تتبعات قانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة وفق مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات أثر النقص الكبير في كميات الأمطار وتغيرات المناخية سلبا على إنتاج التين الشوكي في مناطق عدة ومن بينها ولاية القسرين وقد ساهمت هذه العوامل في تراجع الإنتاج كما وكيفا ما دفع المستثميرين في هذا القطاع إلى المطالبة بتوفير المياه السقوية لتلافي مثل هذه الإشكاليات خلال المواسم القادمة التين الشوكي أو سلطان الغلال تساعد غراسة أشجاره على مقاومة الانجرافات وتعيد إحياء التربة المنهكة وتثبتها وكانت ولاية القسرين تنتج خلال المواسم الماضية ما لا يقل عن 30 ألف طن من التين الشوكية ويوفر القطاع أكثر من 3000 موطن شغل موسمية ولكن انحباس الأمطار والجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم جعل لوحات التين الشوكي تتهاوى الإشكالية المربوطة بالمنطقة هذه هي الجفاف على خطر الموسم ديما الديبوم من وجود الأمطار ولا من احتباس الأمطار تراجع أثر على العاملين في القطاع وعلى المستثمرين والمهتمين بتنمية التين الشوكي والتحويل بسنا ما تمشي الهندي بزيد وما صورناش فيه مشوكل عميت معناها يبقى الكاليبر متاع الهندي مربوط بتوفر الأمطار معناها إذا كان ما جيش الكاليبر إذا كان ما تمشي مطر الكاليبر يجيخشينه وغير قابل للتصدير وبالتالي إذا كان نحبه نخدمه على التصدير متاع الهندي للفري رو ينزمنا نوفره لمياه الري ورغم الصعوبات المسجلة خلال هذا الموسم إلا أن قطاع التين الشوكي يعد قطاعا واعدا بولاية الجسرين وبدأ يستقطب المستثمرين منذ سنوات وتجاوز عدد الشركات التحويلية للتين الشوكية أحد عشر شركة بالولاية في أخبار العالم وفشا الفلسطيني اقتحم مستوطنون اليوم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال ونقلت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة قولها أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية علانية وأدوا تقوصا في الجزء الشرقي منه وفي تطورات الوضع في أفغانستان تتواصل عمليات إجلاء المدنيين والديبلوماسيين في ذل الفوضى التي تعيشها البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم معلنة عن عزمها إقامة علاقات سلمية مع بقية الدول في أول مؤتمر صحفي رسمي منذ الاستلاء الخاتفي على كابل أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها تريد علاقات سلمية مع الدول الأخرى وأنها ستحترم حقوق النساء في حدود مبادئ الشريعة الإسلامية مؤكدة أن الحركة تتعهد بأن لا تقتص من الجنود والمتعاقدين مع القوات الدولية مسؤول من حركة طالبان طلب عدم الكشف عن اسمه صرح أن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون للعالم على النقيض مما كان الحال عليه قبل عشرين عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية داعيا المدنيين إلى تسليم ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة يأتي هذا في وقت يتنمى فيه القلق الدولي بشأن التطورات المتسارعة للأوضاع في أفغانستان إذ شدد حلف شمال الأطلسي على ضرورة أن لا تسمح حركة طالبان بأن تصبح أرض أفغانستان تربة خصبة للإرهاب محذرا من أن لدى الحلف القوة العسكرية اللازمة لذرب أي جماعة إرهابية عن بعد ودع الأمين العام للحلف في أول مؤتمر صحفي له منذ سقوط كابل دعا طالبان إلى الالتزام بالاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة العام الماضي والذي يقلي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مقابل التزام طالبان بأن لا تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهابيين الدوليين لتنظيم وتخطيط هجمات إرهابية ضد دول حلف شمال الأطلسي كما دعا الحلف طالبان إلى تسهيل مغادرة جميع من يرغبون في الرحيل معربا عن الاستعداد لإرسال مزيد من طائرات الإجلاء إلى كابل بدوره أعرب رئيس المزرع البريطاني بوريس جونسون اليوم أن بلاده ستفعل كل ما بوسيها لتجنب حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان مذيفا أن الطالبان تسيطر على الوضع في البلاد بأسرع من المتوقع كما تعهد جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد اجتماع افتراضي لمجموعة السبع بشأن أفغانستان في الأثناء أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنها تحقق في الملابسات المحيطة بالعثور على أشلاء بشرية في تجويف عجلات طائرة تابعة لها أقلعت من مطار العاصمة كابل وهي محاطة بمئات المدنيين الأفغان وسط فوضى سيطرة حركة طالبان على المدينة في وقت قال فيه مسؤول أمني غربي في كابل أن أكثر من 2100 دبلوماسي ومدني تم إجلاؤهم حتى الآن على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابل ارتفعت حصيلة وضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي السبت الماضي إلى 1941 قتيلا وأكثر من 9000 جريحة ودمار أكثر من 60 ألف منزل وفق سلطات الحماية المدنية في أخبار الرياضة وضعت قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة بالكاميرون العام المقبل المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كل من مالي وموريتانيا وغامبيا وحل منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الأولى التي ضمت مستظيف الدورة منتخب الكاميرون وأثيوبيا والرأس الأخضر وضمت المجموعة الثانية منتخبات كل من السينيغال والزمبابوي وغينيا وملاوي وضمت المجموعة الثالثة كل من المغرب وغانا وجزر القمر والقابون وحل المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من نيجيريا والسودان وغينيا بسو فيما وضعت القرعة المنتخب الجزائري حامل اللقب في المجموعة الخامسة رفقة كل من سيراليون وغينيا الاستوائية والكوديفور ويستهل المنتخب التونسي سلسلة مواجهاته بملاقات مالي في الثاني عشر من جنف المقبل قبل ملاقات موريتانيا في السادس عشر من الشهر ذاته على أن يختتم الدور الأول بملاقات منتخب زامبيا في العشرين من الشهر ذاته وإلى عالم الكرة الصفراء حيث تخطت التونسية أنس جابر منافستها الأستونية أنات كونتافيت لتبلغ على حسابها الدور الثاني من بطولة سنسينات الأمريكية لكرة المضرب بعد الفوز عليها بمجموعتين لمجموعة واحدة وستواجه أنس جابر في الدور المقبل البولونية إيفا سافياتيك المعفاة من خوض الدور الأول وبالرياضة نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدين الكرام ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزاء التونسية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر